اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحب الكرام نجدد الترحب بكم إلى هذا اللقاء المبارك والذي نريد أن نخصصه للحديث عن شكر النعم شكر النعم لما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا من الخيرات والبركات الشيء الكثير أقل شيء ممكن يقوم به العبد المؤمن هو أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه وعلى ما أوفى به لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا أن من شكر النعم ربنا سوف يزيده وهو القائل جل علاه وإتأدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد الإنسان لا بد أن يتهدم فن الشكر شكر الآخرين على عطائهم وعلى نعمهم وأعظم الشكر هو عبارة عن الثداء وعبارة عن الاعتراف كل من أقام لك وحد الخدمة وقدم لك وحد المصلحة وقدم لك معودة لا بد أن تعترف له بهذا العطاء المعروف شيء عظيم جدا وهذا المسألة هي تربوية تربوية لأن الإنسان اللي هو كيتعلم وحد دوع من الأذام والأخلاق والقيام كيتعلم أن كل من صنع لك معروف لا بد أن تجزيه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له واتنوا عليه ولا بد أن نوطن علاقتنا بهذا الأذم الإسلامي الرفيع لهو فد الشكر وإسداء الثداء لكل من قدم لنا خدمة لكن كيبقى دائما هذا الأمر مرتبط بجلال الله وعظمة الله وقدرة الله أهل الله يرون بأن كل ما يقع في الوجود هو من عطاء الله لأنه ليس في الموجود سوى رب الوجود كل ما يقع لنا في هذه الدنيا من خيرات وبركات ولو أن هناك أناس وهناك سلسلة تتعاقب من هنا وهناك ولكن في الأصل رب الوجود هو الذي يستحق أن يكون هو المعبود يكفي أن الله تعالى هو الذي خلقنا كنطفة ثم صرنا صرنا علقة ومضغة في بطون أمهاتنا إلى أن صرنا أجدنا وشقنا السمع والبصر والعقل والفؤاد وأعطنا ربنا سبحانه وتعالى القدرة على الكلام والقدرة على التفكير وأعطنا القدرة على الحياة وكبرنا خطوة خطوة وكذا يكلؤنا بالعناية والرعاية إلى أن صغنا كبارا وتزوجنا وأعطنا الله فرحة الزواج والعائلة والأحباب والإخوة والأخوات وزادنا فضل الأولاد والبنات خيرات كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ربنا لم يقل وإن تعدوا نعمة الله أو نعم الله قال نعمة الله نعمة واحدة خل نعمة البصر مثلا حاول أن تحصيها لن تستطيع نعمة السمع نعمة الفكر نعمة الأكل نعمة الهضم نعم كثيرة جدا علينا جميعا أن نتذكر هذه النعم فربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده الشكور وهو سبحانه وتعالى أصلا من أسماء الله الحسنى الشكور فالله تعالى الشكور وقد وعدنا بأنه يوم القيامة لما يدخلوا العباد إلى الجنة ولما يستقرون في قصورهم ويجمعهم مع عوائلهم وأحبابهم وتوضع موائد الخيرات والبركات وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الناس غير شعر بالفرحة وهذا الفرحة عظيمة تنتظرون أيها الأحباب لما نخرج من هذه الدنيا ونحن خارجين لا بحالة لا بحالة لأن العمر قصير سرعان ما سوف ينتهي إلى أين نسير طبعا لا نسير إلى الخواء والفراغ كما يقول أصحاب الفكر الدهري أو الملاحدة لا إله والحياة مادة والدين أفن الشعوب هم يعتقدون بعد الوفاة هناك الظلام الدامس وهناك الفراغ التام هذا كلام من غير منطقي بالعكس بعد الوفاة هناك انتقال إلى عالم الخلود وإلى عالم الدعيم وحينما يوزع ربنا الهدايا يطف على الخلق ويقول جل جلاله إن سعيكم كان مشكورا إن سعيكم كان مشكورا الله تعالى يشكر عباده المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا صائمين وكانوا قائمين وكانوا يفعلون الخيرات وكانوا يشتهدون في المكرمات فربنا يشكرونها أهل الله يبكون يقول يا رب على ما تشكرنا والكل من عندك أنت الذي خلقتنا وأنت الذي أعطيتنا الإيمان وأنت الذي وفقتنا للعبادة والطاعة وأنت الذي فعلت كل هذا وأدخلتنا الجنة فلما تشكرنا يا رب يعلمنا ربنا عز وجل لفن الشكر لابد أن نشكر الناس والشكر أيها الأحباب الكرام هو من صفة الأخيار والأبرار وفي مقدمة إبن الأنبياء الأنبياء من يلاحظ سيرتهم كلهم كانوا الشاكرين سيدنا سليمان لا أعطى الله وحد الملك عظيم ليس له مثيل لا قبله ولا بعده كان يقول هذا من فضي ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر نفسه وسيدنا سيدنا اللقباد كان يصل بنه فيقل وإنما لو أنよう من يشكر والأشكر Engagement فإنما يشكر لنفسه جميل وأمبئيك يشكره وسيدنا نوح عليه السلام إنه كان عمدا شكورا كل الأمبياء يشكره وسيدنا إبراهيم قال لك وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى هذا هو سيد الأمبئاء سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأمبياء قالوا لماذا وفا لماذا رب عز وجل وصفه بهذا قالوا لأنه كان إذا أكل الأكل حمد الله عليها وإذا شارم الشرب حمد الله عليها وإذا دام النوم حمد الله عليها كان كثير الحمد وكثير الشكر فإحنا علينا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم ديال الشكر كل من صدع لنا أي عمل نشكره الشكر يكون أولا بالقلب كتشعر بأنك فعلا أنت فرحان وسعيد ومطمئن ويكون الشكر أيضا أيها الأحباب الكرام باللسان أن ما صدع لك شكرا لابد أن تتني عليه وأنك تعطيه الإحساس بأنه قام بوحد عمل جليل يستحق عليه الشكر وكذلك يكون الشكر بالعمل يعني تقدم له هدية تقدم له خدمة تكون عند حسن ضده دوما وأبدا مشت بقل عملية مستمرة لك يستحق الشكر أولا هو الحق سبحانه وثعالى وبعده الشكر يكون للوالدين لأنهم هم الذين تعبوا على تربيتك قاموا بإنجابك وربوك وعلموك ويتمدون حياتك فعليك دائما أن تشكر للوالدين الشكر كذلك يكون للأساتد والمعلمين لأنهم علمون الكثير علمون الحق والباطل علمون أن نبيز من الحق والباطل علمون أن نبيز من الخير والشر علمون المبادئ والقيم وصدق من قال قم للمعلم ووفه التبديل كان المعلم أن يكون رسولا الشكر يكون أيضا بين الإخوة والأخوات أننا نعيش فيما بيننا متعاونين متضامنين متكافلين الشكر يكون من الأزواج الزوج يشكر زوجته لأنه أم أولاده ولأنها تقوم بأشغال بيت ليفام شقة كبيرة من طبخ وكنس ونظافة وغيرها يشكرها على أنها تعطي من وقتها ومن جهدها لتوفر له الحياة الرغيس السعيدة وطبعا الزوجة تشكر زوجها لأنه يخرج من الصباح إلى المساء يبحث عن نقمة العيش الحلال تشكره على أنه يتعب نفسه ويحرص على كسب الحلال لينفق بي على أهله ودوه الشكر يكون للأصدقاء لكي يخذوا من الدينة وكي يسادون وكي يتعاون معنا الشكر يكون كذلك لزمالنا في العمل بل يكن خلقوا داخل العمل وحد الجو جميل كأسرة داخل العمل كنكون بعضيتنا متحابين كنكون بعضيتنا متناصحين القوي مننا يأخذ بيد الضعيف هذا كله ناس وغيرهم يكون فينا فن الشكر اللي ما عندوش هذا الفن يتعلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيوسي الصحابة أنهم يتعلموه فن الشكر واللي ما عندوش يدعي الله يعطيه له كان يقال لمعاد نجبل يا معاد لا تدعى أن تقول في صلاتك كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فدائما قلوا هذا الدعاء بشارة عز وجل يحصل فينا فن الشكر فن الشكر هي أن كل ناس اللي حولك من صدع لك معروفا فكافئوه تكافئوه بالنظرة اللي في احترام وتقدير تكافئوه بالكلمة الطيبة اللي كيشعر بها بأن جهده ليس يذهب عمثا وهكذا دائما كلمة الشكر كي يخلي الإنسان أنه يعطي أحسن ما عنده ودائما كي كنا الشكر الأعظم لله رب العالمين ربنا عز وجل قلنا وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه أعطانا كل شيء سبحانه وتعالى وفي قراءة تانية قلنا وآتاكم من كل ما سألتموه من كل شيء دون أن تسألوا أحبابي الكرام أنقوا معكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك وأشكركم على وفائكم وأشكركم على تقتكم في إداعة من راديو وإن شاء الله يبقى دائما الخير إلى الأمام وأنقوا مع فاصل ثم نعود لنستقبل مكالماتكم فابقوا معنا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل وإياكم أيها الأحب الكرام هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ويبدو أن الخطوط كلها ممتلئة نبدأها مباشرة من مراكش مع للا حنان السلام عليكم السلام عليكم أستاذ أهلا بنتي حنان مبارك الله وفيك أستاذ أنتم تكونوا بصحة بصحة وبسلامة إن شاء الله يا كاريم الحمد رب ونشكرها بنتي الحمد لله يا مرحبا مبارك الله وفيك بغاية غير مطلبك أستاذ تدعيلي مع الوليدة ديالي مريضة ومع الإبن ديالي عنده ثانية باكالوريا تنتمنى الله يوفقه ووفق جميع وليدات المسلمين يا ربي يا كريم يا ربي وبعد عليه كل أدى وكل شر عارفة تجيل ديال دابا ليلة هيل الله وعندي وعندي وحد لوليدة عنده وحد تأخر في النطق تمت من ناتل تعلية بالشفاء يا ربي يا كريم هذا من جهة ثم من جهة أخرى بغيت ناظر معك باش يطمئ لقلب ديالي عندي شي مشاكل في العمل ما بالفعل ي لكن المشكل الوحيد took me العناصر اللي خدمين معايا الخبط ثم الماكي دا والشر ما ما فهمش تصرف بياله padre نفسي الحمد لله ما في العمل لي وإنما نفسيا رك عارفه أستاذ لكن مع العلم أنه العمل لي تنحبه لدرجة المكان فاشتنخذهم ذهبه وما بقيتش تنحمل نمشي لي لا حوله ولا قوة إلا بالله بقوة أنهم جوجة العناصر تحدوا لي لدرجة ما عارفش السبب أنهو ما عارفش ما عارفش لاش ده هو السبب والطمرة وواحد السيدة من هاتي جوجة العناصر أنه وكلة طعم بيالي ودخلة داري وبزاة المسائل وصبح الله العلي العظيم ما فهمتش الدرجات وصلت وصوب الافتراء الكاذي بأي حاجة تحت لك في بلك لا إله إلا الله لحوله ولا قوة إلا بالله والدرجات مع كامل احترام للناس لأنه تنظم أنه الدين آية هذا التعامل خاصة يبن في التعامل الديني بتتعامل دعم يلي بتنقول خلني التعبير يعني الديني بتتعامل يبن في ماشي الدين في أنه الشفاوي تتسمعب الشفاوي وتتسمعب بعدها تتقول ربما أرى هذا الإنسان راه مزيان ولكن فاشتلقى التعامل بعيد كل البعد بعيد كل البعد التعامل ديال هاد نسهادو على الدين ولا لا لأنه الدينة ما تي بايناش أننا نقادي ولو يكون ما ما تي أننا نقادي وخونا المسلم وما رأى جميع طرق ديال الأدى لجئوا لهم جميع الوقت اللي جئوا لهم هادش اللي كينا وخلال لحد مع العلم ما كينش ما كينش تلوق اللي يسال لهم بنادم هاو ديك الدروف عندي وليد في الثانية باكالوريا مشغولة مشغولة معاه عندي وليد في الترويد مشغولة معاه عندي بزاست عندي الوهيد عيانة شوية يعني ما ما سبحي على الصوت يالي كثير وتنهضر عجل اللي كين تمنى ما الله وش ممكن لي واحد الدعاء تندعي من كدب شاهد الله ياخد لي الحق فيهم في الدنيا قبل من الأخيرة لا حول ولا قوة إلا بلا أنا متأكد هاو هاو ياخد الله الحق ولكن تمنى بل يقد دام لا إله إلا الله إن شاء الله بنتي حنان الله يفرج عليك بنتي الله يفرج عليك كنشكرك حنان فرغ ثقل بك علينا وإحنا سعداء بهذه ثقة المتبادلة وكنت ألم من اللي كيلقى واحد للقطاع اللي هو حيوي واللي هو إيجابي جدا واللي هو يقوم بالعملية دي نشر القيم هو قطع التعليم هو القلب الضابد لجميع القطاعات دي الدولة هو قطع التعليم هو الذي ينتج القيم ينتج المعرفة وهو الذي يخلق يربي الإنسان ويخلق للمجتمع الفاضل للأسف من لك القوب عن التصرفات كما قالتها حنان وهي من عمق الدار كتقول بأن بعض الناس ربما نفوسهم مريضة وقالت عدة عناصر اللي هي مؤثرة الخبت المكيدة لإفتراء الكذيب بالنفاق قالت تكلم شديد لماذا يقع هذا الأمر مع العلم أن القطاع دي التعليم هو قطاع حيوي واللي كان حملوه في الذاكرة دينا وإحنا صغار بأن رجال التعليم كانوا أشبه بالأنبياء وأشبه بالمرسلين غير أنه لا يوحى إليهم معروفين بالصدق معروفين بالاستقامة معروفين بأنهم نائما صباقين إلى الخيرات وفيهم الصبر وفيهم القناعة وما الذي تغير هذا الكلام اللي قالت حنان يشير بأن الضضام دي القيم النسق دي القيم في المجتمع صار يطاله شيء من التبديل والتغيير الغير الإيجابي لكن تعني موصل هذا المستوى بعض الناس في بعض الصفات يعني أشهد قلوه على الجهات الأخرى اللي ربما محتمل تكون هكذا هذه الصفة هذه كتخلينا نراجع أنفسنا قالت حنان الحديث نبوي الشريف لهو صادق قالت لنا الدين المعاملة الدين المعاملة فعلا باش نعرف إنسان هو متديين برا ماشي من الخطابات ديالو ماشي كما قالت من الشفاوي وإنما كنت عرف على الإنسان المتديين من خلال المعاملة المعاملة كتكون بالحسنة كيكون إنسان صادق كيكون إنسان صبور كيكون بإعطاء يلتمس الأعضار للآخرين كيخلق وحد الجود للفرحة والسرور فيما بين أصحابه وأقاربه هذا هو الأساس في التديين كان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله وعنده سول على وحد الرجل ما رأيكم في فلان جاء وحد من أفضلهم وأكرمهم قال لعلك رأيته يصل في المسجد رقيعات لعلك قال لي هل صافرت معه قال لي لا قال هل داينته تعاملت معه بالمال قال لي لا قال لي إذا أنت لا تعرفه قد عرفوا الإنسان بللي كانت تعاملوا معه بالمعاملة المالية بللي كانت صافروا معه من وطن إلى وطن بللي كانت كل لحظة الحريجة كيبال معدن طيب كيبال لك الإنسان في الصدق في الأبناء إنسان بيسر وللأسف شديد هاد شي كله غير غير وحد على الهامش وإن لك يبقى الأصل الحمد لله هو أنه صالح والأصل أنه طيب لأن الاستقامة كانت بقى دائما الاستقامة اللي كانت منه إن شاء الله تعالى هو الراجع عنفسنا راجع عنفسنا لأن أفضل العمل الذي أحبه الله تعالى ويتني عليه ويزكي صاحبه ما هو هو سرور تدخله على قلب المؤمن بغير تعرف نفسك كل واحد منا بغير تعرف نفسه وش هو ما بقامه عند الله مقامك عند الله تعالى على قدر ما تدخل الفرحة والسرور على قلوب من حولك بالعائلة الأسرة للجيران زملائك في العمل تكونت محضر خير دائما لعب دور رجل الإطفاء إذا لقيت واحد الغضب لقيت واحد العداو ومغضاء دخل كأنك رجل الإطفاء بشت في الغضب كتدخل بشتحول ما أمكن تمحي السوء ودائما تلمع الصورة مش تبقى دائما المصار دين الحياة غادي من حسن إلى أحسن والأمور اللي كتوقع هكذا ركت تبروحنا غير هامشية سرعان ما تزول للاحنان هذا ما يسمى بالابتلاء الابتلاء قد يكون في الصحة قد يكون في المال وقد يكون في العلاقات بين الناس ربنا لما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات النقصة في الأنفس هو الواحد لما عنده ظهر كي تعامل مع الناس بزيان دخلته لدارك وكلته طعامك جلس في المحل ديالك دلت في الثقة الكاملة ومن البد كي يغضرك وكي وقع الطعن من الخلف هذا وارد تاريخ البشرية عمر به لكن ما نتبهش له نحاول ما أمكن أننا نصد الترفع عنه ونصف نمدل بسرعة نمدل الأصدقاء نمدل وجود وما أكثر أهل الخير الأهل الخير كثير بغيتك للأحدان تعرفي بأن عندنا واحد القانون اسمه قانون التعويضات الإلهية هو أن ربما يعودك خيرا لكن واحد الجهة عاملتك بالسوء تعاملي مع غير بالصبر أكبر طريقة للمواجهة وهي صاحبها ينتصر ولا ينهزم وما عندوش خسائر وهي المواجهة عن طريق الصبر اسبروا وصابروا ورابطوا لأن الله تعالى وعدنا وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا الإنسان ربما أهدك أشغل نغير العلاقة نحاول ما أمكن تتصال معه ما تتكرش معه هاتفيا لقيت ما في حدود السلام وعليكم وعليكم السلام أمسية طيبة كلام هكذا محدود فقط وما تحاولش معه في الجدل وربي غد يعودني وناس آخرين غد يكونوا من أطيب خلق الله ناس فيهم الدعمة وفيهم الخير وفيهم البركة أسأل الله العلي العظيم أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويعينك على هذا المسؤولي لأنك عندك المسؤولية داخل القسم لتعليم الجين الصاعد وعندك المسؤولية دي الأسرة رعاية الوالدة من دمت مرضية عمرك تخيمي ربي غد يعودك وربي طرح لك البركة في ذلك الوليدات ربي شافي ويعافي وقم النجاح والفلح وإن شاء الله للحنان غير خلك خلك متفائلة وخلك دائما مقبلة على الحياة والتميس للآخرين سبعين عذرا هذو اللي فيهم ربما السوء ربما عندهم عقاد نفسية ربما عندهم ضغوطات تعرضون لها وفاقدوا الشيء لا يعطيه لم يتلقى حنان لم يتلقى عطف لم يتلقى إكرام فهو فارغ الوفاد فاقدوا الشيء لا يعطيه ذلك مبلغه من العلم والله يرحم ضعفنا وربي سعى الله تلقيك مع الطيب من الأخرى الأخيار وما أكثرهم كثيرين ربي لا حبك وربي لا بغي ساعدك يجيب لك أطيب الخلق يجعلهم في الطريق ديالك ويعيش تعيش معهم حياة النقاء والصفاء والفرحة والسرور وغادي دائما وانتي متفائلة أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة آخر أحزانك وآخر همومك وبعدها إن شاء الله تعالى أفراح ومكرمات وكرمات من الرحمن اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول إلى إقليم فاس بعدا لدائما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله عم الطيب كده اللي بسأليك أهلا بيك لدائما يا مرحبا بيك لله أهلا بحقا بصحيحة 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 الله يطول عمرك بدي كده مع الصحيحة كده للوليدات العائلة كل شيء بخير الحمد لله الشكر لله تعالى أمي كريبا أنا تعرضت لواحد الضلم وبغيرت الرفع دعوة معنى لله يأخذ ربي حقي لا إلهي لله جلماتني واحد الضلم دائرة هي الخيمار وكتلي عبد الدين وكتلي رزقي وحقي وغيرت ربي يأخذ فيها الحق لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول أنا تقص فيها وبزار دي شواج وكني فوتها لها الله سبحانه وتعالى لا إلهي لله وبغيرت كتلي معنى واحد أخذين سكينا ما نقص لها شو الجواج شو المرات واختين شكينا ما كانت أولاد لا إلهي لله لا إلهي لله يفرج عليك يا ربي كريم الله يفرج عليك للا دائما هكذا هي الحياة الدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى قال لنا إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباثه ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطبة الحياة الدنيا هي هكذا فيها الغثوء وفيها السميد فيها الخير وفيها الشر فيها الحق وفيها الباطل هكذا هي واحدة لعبة الحياة الدنيا لعبة كبيرة الله سبحانه وتعالى خلقنا وناظرون كيف تصنعون ناظرون كيف تصنعون بحل لبنا نصور لك الدنيا بحل واحد الملعب دي الرياضي دي القرات القادم أو أي لعبة أخرى اللي فيها الدفاع وفيها الهجوم برّكت كنت مهاجم برّكت كنت مدافع برّكت كنت حاريس كتبنع للوصول للهدف برّكت كنت مدافع مسجني الهدف برّكت كنت غير حكم برّكت كنت غير متفرج غير مشاهد que ت geschيف أشكئة وقع في الدنيا دنيا هكذا وكل مرة ر condemّج الجل قد يغيّر لك تموقع ديالك كل واحد فينا داللي الله هكذا ماذا نصنع ر Emmyjo decide قال لك يستمسكوا بالعروة الوثقة فمن تمسك بالعروة الوثقة فمن يستمسك بالعروة الوثقة لن في صاملها العروة الوثقة لن في صاملها اللي يتمسك بها هذا ما عمرو ما غادي يوقعلي شي زلل وعمر ما غد يبقى عليه شهد حرف غد يبقى دائما متمسك بهذه العروة الوثقة لهي التقوى والإيمان والارتباط من الله غل صدف في حياتنا عناصر وأناس عبما عندهم ظروف خاصة كما قلت السيدة للنقام وربما استعملت الدين كماطية للوصول إلى مآر مالية هذا ممكن يوقع تاريخ مالي بمن يوظف الدين لأغراض أخرى لأن الدين واحد المعطى نظيف ومعطى مقدس والناس يقدرونه ويتقون به كيكون مع الناس اللي هم ربما في قلوبهم مرض وكيمشي يتشبه بأهل الدين وربما يسيء للآخرين لا يغفر لنا ولهم اطلبوا الله المغفرة وكلي كيكون فعلا صادق صادق ولكنه في نحظة من اللحظات وقعت له سقطة هكذا هو البشر لكل عالمين كبوة ولكل حصان يقول لكل عالمين زلة ولكل حصان كبوة الإنسان في الدنيا ره معرض للخطأ ودائما الإنسان لو قع له خطأ يتمنى على الله تعالى أنه يكون آخر الأخطاء ويفتح لله أبواب تيسير إلا كانت سيدة آنتك وربيج على في الطريق ديالك وقع لك ما وقع دائما كنقول الأحباب الكرام السلاح الذي لا يهزم هو الزلاح والصبر ليس ضعفا قد يقول وقائنا هذا ضعف لا ليس ضعف هو منتهى القوة علاش لأن هات سيدة لك تدت لك المال ديالك شحال هذا المال قدره مهما كان قدر هذا المال إعلامي بأن الله تعالى إذا فتح لك باب التعويضات الإلهية يأتيك ببدله بالعشرات والمئات والألوف والملايين شحال ديالناس كنعرفهم وقع عليهم نصب وقع عليهم احتيال وشكوا أمرهم إلى الله والقوة يا غدير قمش المحاكم قيطول للمسار خليها لله لك المدينة اللي قلت قد دعيها الله ماشي ندعي لها بالسوء ندعي لها بالهداية وندعي لها بالصلاح والمغفرة ونقول يا ربي عوض لي هي الدت لي يا رزقي أنا عوض لي من جهتك والله وبالله وتالله أقسم غير حارث يا ما عشنا حالات مع الناس كثير في مثل هذه الحالات اللي يوقع هو أن الله تعالى ينظر إلينا ويبتسم وهو سبحانه وتعالى الغني ومن شيء لا عندنا خزائنه ربك يفتح واحد اللحظة الأبوام دي الرزق دياله وكتجي بالفائن شح المل واحد مشت له مشت لي آلاف وعوضه الله بعشرات الملايين بقدرة الله لا يدري حتى أنا سولتي قلت له كيف حصلت على هذا النعيم يقول لك والله لست وأدري جاو واحد قال لا اتبت لي حاول قدعني عقليا لأن الله تلقى لنا إنما يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب هذه جاءت مكررة في القرآن كثيرا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب إلى أكل مولى على الزواج الكثير لكن بالشرط أن الإسان يبقى قلبه نظيف ويبقى لسانه نظيف عوض أن أدعو على فلان بالسوء دعي له بالرحمة والمغفرة والهداية يا ربي فلان أخذ مني الله يغفر لنا وله وربما له أسبابه وله ظروفه أنت لا تلوت لسانك بالدعاء بالسوء ولا تحقن بقلبك ولكن خليها على الله مشيها يا الله وسترى العجب والله العجب الله تعالى إذا نظر إليك نظرة الرحمة وأفاض عليك بقطرة من نعيمه لأغناك وجعل يدك هي العليا دوما بالعطاء وجعلك بحل غابة والناس حطابة عمرك ما تقاد كيقول وسيدن لولي المجربين كيقول لك الله يجعلك غابة والناس حطابة حمله واحد كي تدين لك رزقك وانت ما كتنقص كتزين كتزين علاش حتى انت مرتبط بالعروة الوطقة فمن تمسك بالعروة الوطقة لن في صاملها ربي عز وجل لك فيضعني من الرزق دياله أسأل الله الكريم للا نعيمة الله يحفظك ويحفظ لأخوات ديالك حتى هو ما في الزواج لكن تعوض الالهي اللي وقع لي طلاق مثلا لا يحزن رعبنات النبي صلى الله عليه وسلم وقع له من الطلاق أم كلتوم رضي الله عنها ورقية رضي الله عنها هدو بناته النبي الكريم وقع له من طلاق وربك يعود يعود خيرا دائما ننتظر التعويضات الالهية إما في الزواج إما في الإنجاب إما في الرزق في كل شيء لا تظن أيها الأحباب الكرام أن الدنيا تسير هكذا كنغير المحاكيم الحكومة والقوانين الدولية هاتش كله رغير رغير واحد لعبة صغيرة كنت لهوا بها وإلا فإن الوجود يحكمه رب الوجود وهو معنا يسمع كلامنا وينظر إلى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا وأمره بين الكاف والنود إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون هو سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون يحكم ما يشاء في خلقه ويعطي من يريد من الخلق وإذا أعطى أدهش إذا أعطى أدهش أسأل الله الكريم من تدعيما الله يفرج عليكم وينفس عليكم ورزقكم مولادة رزقا وفيرا آمين آمين يا أكرم الأكرمين اللهم صلي على سينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل أيها الأحبة الكرام واللحظة نأخذ مكلمة من إقليم تاروداد معانا لدعيما وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يبر فيك حافظك الله ورعاك ولله الحمد بدي يا ربي يا كريم يا ربي يا ربي في الزواجة بنتي دائمة كيتخطبي ومكيكملش لا إله إلا الله واخا بنتي بإذن الله مارك الله فيك الله يحفظك والعقل الى دائمة وتحية لأهل تاروداد فعلا هاد الحالة اللي قالت دائمة كيكون بعد الشباب وبعد الشابات كتلقاها دائما كتلتظر الفرحة وبقى ما زيتهاش إما هي داقصة حظ حد كلي كيكون عنده الحظ الحظ السعيد وكلي عنده نقصة في الحظ الحظ حقيقي ربنا عز وجل لك يقول لنا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا دو حظ عظيم كلي عنده الحظ عظيم الحظ لكي هرسل الحجر كتلقا محدود كتلقا دائما فيما مشى الأبواب مفتوحا وعنده القامول هذا عنده الحظ وكلي اللي ربما ابتلاه الله تعالى ما عنده سعد ما عنده حظ فيما حطي الدو كي لقى يلا سنة الجبعة فيما مشى بغير كام فاتوا القطار وكلي اللي استردوه استركم اللي عنده البانع عنده البانع دا مش الحظ البانع أكثر من الحظ أنه الباب مغلق وكأنه أغلق الباب والمفتاح روبية إما في محر الغائر وإما في مقبرة مهجورة عنده البانع وكلي اللي يستردوه استركم عنده السحر فعلا كلي العداد لمسدود السحر وكلي اللي يستردوه استركم عنده العيد كتدهر عليه النعمة هذا واحد الفئة كتدهر عليه النعمة كيعطيه الله إما المال وإما عنده الجمال وإما عنده واحد الحضوة هذا الخير اللي يعطاه الله تعالى النس اللي حولوك يشوفوه شوف لدى نزهر عنده شوف يكفدو صل شوف أجدار هذا العين لا يستردأ ويستركم كتحمس لي كل شيء وكيوقع لي ارتباك في كل حسابات لا اسباب كثيرة ومتعددة لكن لا يهمون الاسباب احنا كيهمنا اشنا هو المخرج منها اشنا هو العلاج المفتاح موجود والعلاج ميسر وهو ان الانسان دائما يقطع الصلة بالخلق ويوطد علاقته بالخالق حتى يبقى يقلب على الاسباب والمسببات وكيقول له اش كونه هو السباب اش كونه هو العلاج اش كونه داليا كداء اش كونه كان هرلول حينه اسباب غادي يبقى في واحد المضي عادي الوقت لا لا افضل شيء هو ان الانسان يقطع تفكير ما يفكرش كيف جرع ولا لما جرع ولكن يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ثم يربط عقله وقلبه وفؤاده وفكره بخالقه لأن الله تعالى على كل شيء قدير ان لا بغى ربع الزوجا في لحظة من اللحظات للحظة يغير لك المصارد لحياتك كلها 120 درجة ان لا بغى سبحانه وتعالى وهو رحمن لطيف بعباده الله سبحانه وتعالى وعدنا أن اللي قال واحد لأذكار معينة في الصباح وفي المساء كيف يفتحلي الله أبوا بالفرج اناش في تابنتي نائمة واستدلك يسمعوا فينا الآن اللي عنده بهذه الموانع ما عنده ظهر في الزواج إما ما بغير الزوج وما لقاش أولا كي تزوج ويطلق وما أكترهم كي تلقى ميزواج بيطلق مش يتخاطروا يلا كي تزوج كي عود عصابي كي عود غضوم كي تلقى راوة طلق كي عاون يبغي يدير الفرصة ثانية عاوة ثاني كي عاون يتزوج يلا كي من المصر للساعدة فرحان كي تجي واحد العرق في نفسه غضوم وقلاق وضرب وشتم عاوة طلق عاوة ثاني وكي تجيه الضفقة من هنا ومن هي والشمل دياله كي تشتت ونعياده بالله كي تلقى في وضعية صعبة كي نعرف الناس تزوج المرة اللون أو الثانية أو الثالثة وباقي يقلموا ما عرفش واخصوا أول حاجة حين عليه المانع هذا المانع أيها أحب الكرام عنده وسائل كثيرة لكن احنا قد قلموا على أسهلها وأكترها فعالية وهي أن الإنسان يبقى دائما مع ذكر الله سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل لعند الشدائد أبغى الفارج ماذا يفعل قال لهم عليكم بدعاء يونس ابن متع أخي يونس سيد يونس عليه السلام ذبي الله لما ابتله المولى وغضب عليه وقفوحا الورطة خطيرة التقمه الحوت وصرف مطنه ثم الحوت غدي غصبه في أعماق البحار ثم غدي جيل ليل الدامس ظلمات ثلاث ظلمة المحر وظلمة الليل وظلمة مطن الحوت واش كالشي واحد فينا الآن وقعتني ورطة مثل هذه الورطة دينا غدا عيفا مشونا شوية الفلوس ما عندنا زهر مع واحد الجهاء وقع لك واحد تعطر في العمل يا مسائل بسيطة واش تقدر تقارن نفسك بينكم النبي الله يونس أنه في هذا الوضعي الحريج في مطن الحوت في قاعر البحر في ظلمة الليل ومع ذلك لم ييأس والسيد نيوس قال أنا ما عندي المانيع أنا ما عندي حظ لا قال القضية كلها ما غنشغلش بالي بها ما بقاش تفكر ما بقاش تقول اش نوا كيف شقعوا كيف جاروني ما جرى وإنما غنشي لاكسيون غنشي الفعل اشنو الفعل وهي أنني أجعل لساني رطبا بذكر الله بدأ نبي الله يونس يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الصوت سيصعد من أعماق البحار من جوف الحوت سيصعد إلى السماء ستسمع الملائكة ستقول الملائكة يا ربنا هذا صوت عبد كان يدعوك في الرخاء الآن وفي الشدة فقال يبالله عز وجل إنه عبد آبق عبد آبق هذا هو أحد الخطأ يونس عليه السلام قال يا رب عز وجل بقى في القوم ديالك هو يتقلق تقلق سيدنا يونس وخله موزاد خله موزاد لما يتم الرسالة خصوص مر خصوص يبقى تمبه لكن هو تقلقه بشف السفينة فربنا عز وجل أعطاه درسا لنا جميعا أينما وضعك المولا خصوص يستمبه إلا رب وضعك في واحد المقام خليك في ذلك المقام مقامك حيث أقامك هو اللي عارف بغاك تكون بالجالية المغربية المقيمة بالخارج خليك تمبه رب يبغي يجعلك في فرنسا ولا ألبانيا ولا في أمريكا ولا في منطقة أخرى بغاك رب يتمبه تكون من أهل القرآن من أهل الذكر تكون تمبه من أهل الخير جعلك الله في واحد الموظيفة أنت ما مرتحش فيها هو اللي عارف علاش خليك تمبه لعل الله تعالى بغي نفع بك العباد في ذلك المقام فسيدنا يونس كلف الله بمهمة لكن تقلق بسرعه وبشاء فاجأه الغضب الإلهي وقال إنه عبد أهبق إلا أن ذكره شفع له عند المولى ففرج الله همه فقال إن لولا أنه كان من المسبحين للبت في مطنه إلى يوم يبعتون رب عز وجل أخرجه من المحر وأنبتنا عليه شجر من يقطين وأنجه المولى سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كي قل لنا اللي وقعتني شيء شدة من الشدائد ما يبقاش يفكر بزاف غيت مع النصيحة للنبي الله يونس أوله تهليل وأوسطه تسبيح وآخره إقرار من دن لا إلغة إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وربي غني يفرج عليه وكذا أكد الأحباب الكرام هذه المسألة مجرمة مليون في المئة مجرمة ولو أن الدين لا يبغي أن نجرب الدين ينبغي أن يكون عندنا اليقين والتسليم والتفويض لكن ليش فينا وعشنا سنين طويلة الناس اللي عندهم مشاكل في المحاكم عندهم مشاكل في الديون عندهم مشاكل في الزواج والطلاق عندهم مشاكل مع العائلة كتقول ليش فولاد لا داعين التفكير ما تبقاش تفكر خلي الأمر لله انشاغل بالذكر وخلي المولى يصوب لك حتغدق ربي غديك تبقى دار جديد ومن اللي قد يأمر ربي عز وجل الملائكة اللي هم عندهم الأقدار عندهم الأقلام تكتب وتمحو وكيلقوا كنت ذاكر كيقول يا ربي عبدك هذا يذكرك ويعترف بدا به ويسبحك ويهللك ويوحدك كيقول يا ملائكتي غدا اكتبوا له قدرا جديدا غدا سبحان الله يا سبحانك يا أعظم شهدك كيسمحوا كيفتح كتشرق الشمس جديدة وكيعطيك الله محمد القدر الجديد لا دراسات ولا أبحاث ولا النية النية الصديقة هذا رأى أمر مهم رأى المشكلة لأن في المجتمع الناس اهتموا بالمادية أكثر وبالوضعية أكثر ونسوا بأن هناك الإيمان وهناك اليقين وهناك رب العباد الذي كثبا على نفسه الرحمة بنت نائمة الله يكمل لك الرجاء أسأل الله تعالى أن يعطيك في القريب العجل السعدة الجميل ويختار لك أجمل وأدمل الأزواج يكون حسن منكم اللي تقدموا لك كلهم يعني تقدموا لك الآن وربما ما كتبش الله دك اللي غدا يجيب عن منهم غدا يكونوا وسيدهم وخيرهم وأكرمهم ويكون إن شاء الله زوجا صالحة اللهم تعالى في هذا شهر شوال يكون لك إن شاء الله القبول وفي هذا الصيف تكون إن شاء الله تعالى عروسة في بيتي الزوجية وإن شاء الله السادة المقبلة تكوني أم وتكوني سعيدة واربي في ذلك الرزق ويكتب لك الله مكاتب الخير والسادة المستمعين الله يجزيكم بخير قلوا معنا جميعا أمين اللهم يا ربي أختنا سعيدة عجل لها بالفرج اللهم أسعد قلبها واختر لها الزوجة الصالح وارزقها منها الذرية الطيبة واكتب لها الحياة الهدية ولكل بناتنا وأخواتنا أجمعين قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي كريم نتحول إلى الضال البضاء بعد اللوفا ألو السلام عليكم السلام عليكم يا برحبا الله يطول الحمد لله عندي واحد سؤال ما يقول لك برحبا أنا غدامة دبقى 15 عام والأب ديالي يخلي الراتب ديالي كل شهر واش إله حدثها يكون عندي مشكلة لا لا نقول دي ما نقول هالو نقول هالو ما غمي ما كان قدر لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا وفاء بنتي بقى ما تزوجتي لا يا الله يحفظك بنتي وفاء الله يكمل لك الرجاء الله يكمل لك الرجاء والله يتقبل بندك آمين يا رحمة واخا بنتي نجاوبك بإيدي الله واش إلا يكون عندي إتم ولا لا واخا بنتي بإيدي الله مارك الله فيك شكرا شكرا لك وفاء شكرا لك هذه المسألة المرتبطة بالعلاقة بين الاباء والابداء الرجال هم عندهم نفقة ربي عز وجل قال لنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم قال لك الرجال قوامون على النساء النساء درمشي غير الزوجة النساء هي الولدين الام والاخت والبنز والحفيدة جميع النساء اللي هم في الدائرة ديالك بدءا من امك واختك وزوجتك وابنتك وحفيدتك ده قائم عليهم الرجال قوامون على النساء الى ان قال بما انفقوا من اموالهم دائما العطاء خصي كل من الرجل المرأة هي كائن لطيف المرأة هي كائن لطيف لا ينبغي للرجل ان يحملها فوق ما يطيق ولكن لا بد ان تعطي المرأة كتعطيها بخطرها كتعطيها ويمرتاحة حتى في العلاقة الزوجية كان الراجل خدام والمرأة خدامة ولكن واحد الوقت وقع الراجل اعصار فالمرأة هي لم تغطيه داك من نبلها ولطفها هي لم اعطتوش لا يثم عليها لان الضفقة دائما هو بيد الرجل الرجال وهذا من ما بتكريم الاسلام للمرأة ربي كرم المرأة بعيدة وجوه من خلال اولا الخطبة الخطبة الرجل هو لك يخطب والراجل هو لك يعطي السناق والراجل هو لك يدير الزفاف والراجل هو لك يخلص الموضو الكرة والوجبات المدرسية هذا كل الرجل هو الليك يعطي من الليك تقول الفتاة هي عندك بنتك كتنفق عليها متى ينقطع الضفقة دي البنت من طرف بها كينقطع الولاد كي قلوه من اللي يبلغ سيد الرشد ويعود راجل قادير خسو نكس عمكي لا ينزموك الضفقة لكن المد كتبقى نفق على ابيها حتى تتزوج او لا قدر الله خدمات ودرت واحد الوظيفة وعنده واحد المدخول ديك سعال الاب ما كيبقاش ينفق عليها ليس ملزما ان ينفق عليها كينفق عليها الى كتغسف الدار لخدمة لزواج كيبقى ينفق عليها ولو دي الرمعين عام خمسين عام خصو يبقى ينفق عليها واجب متى تسقط الضفقة بالزواج الى الزوجات ونهمت عند عريسها ديك سعال ما بقى عليه نفق او لا قدر الله بقمة زوجات وهي خدمة وعند المدخول ديالها لا نفقة عليه لكن ان يتحول الرجول ويعاود ياخد المال من ابنة دياله اهداء القضية هي نسبية المفروض ان الفتاة بعد ان تشتغل الى القاتل ابن ديالها معوز والقاتل فقير هي غد تاخد المال دياله وتعطيه وفاءا بما قدمه من جهود هذا هكذا كي يوقع هذا الاصل الاصل الى كان الاب كبير في السيد مبقى شيخ دام اول بدخول دياله قليل وبنته خدمات ولا تأستادها ولا تبوظفها ولا عنده واحد رهيك تعطيه مش توسع عليه اما اذا كان الاب بيسور عنده المال ولكن هو في طبع كي ينبع الاباء اللي يغفر لنا ولهم فيهم الجشع كي ياخد حقه حق غيره كي يقول لك لا انا هذيك البنت انا قريتها وانا علمتها وانا ادفقت عليها خسلي مناخد منها وكي يعني كي يتجاوز وكي يمدعها من الزواج بل كي يجي شيخ حاطب يخطب كي يقول انا غادي ادي لي الجمال بما حمل غادي اعطيه البنت يتزوج بها وبفلوسها كي ينبع الاباء اللي يدير عراقيل يا ما حضرت في بعض العائلات كتلقى البنت كتبكي كتقول لك جاني المخطوم بيخطبني وبما وافقش كتقولي الحاج علاش ما وافقتيش علاش اشنا هو العفاد الرجل قال لك ما عجبنيش اشنا هو ما عجبكش واش ما كيصليش واش ما خدامش لا كيصليه وخدامه العائلة هو خيف غاتمشي ليه البنت غاتمشي ليه المرضى هذا من الجشعة لا ينبغي ان يكون في صفات الوالدين هو فعلا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انت ومالك لأبيك كان واحد صحامي جليل كي بيع وشري عنده دكان وكان بباك يدخل الدكان حتى المساء حتى كي يجب مع ذلك المحصول المالي دي الاخير اليوم كي يجب باك يدخل دول الاصطدقاء وكي يزدك البركة ويزيد هو تخلق فشكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يراه بك دي ليك دا وك دا كي هن تعمل معه سيد النبي قال ليه انت ومالك لأبيك انت ومالك لأبيك انت ملكه لكن قالوا العلماء هذا الرجل كان كان ما عندوش وولدو كان عندو الكثير فنوس على الوالدين بما اعطاني لكن الى قدر الله تعالى كان يبالغ كي ياخد هات المال غير مما بالجشع وكان ربما كيدفقوا فيه اشياتا فيها كيدش واحد الاستاذة في الشامل كيدحكي ليبها كي ياخد الفلوس وكيمشي يصهر بهم هذا لا يليق او انه كيدفقوا فيه اشياتا فيها طبعا تخصى تحمس عليها ستعطيه واحد القدر شهري اللي هو وفاعا بما قدم لها من خدمات ولها ان تحمس عليه لالقاته بانك يتعامل بالمال بما بالضياء لكن كيف يفقوا على اخوتها ولا عائلتها وكانت واحد الاحسان لمأسميه ولكن لك غير ضياء في ضياء فلا اثمع عليك بنتي وفاء لا اثمع عليك انك تنضمي المال ديالك لان المال سائم كي يعلم السرقة والعبت ولا مد انك وفاءا بوالديك اعطيهم النصيب ديالهم الاحترام والتقدير الى كانوا محتاجين كان اعطيهم القدر ديالهم من المال وكانوا وسع عليهم وليس بين الخيرين حسابه ولكن الى كان هذا غير من باب من باب الاستغلال ومن باب الحجرة لك ان تنضمي ظروفك المالية وتقطعي اللي قطعتي واعطيه اللي قسم اللي قسم له الله تعالى ولا اثمع عليك بإذن الله ربي حفظك ويرعاك والله يجبلك الزوج الصالح ويعطيك الله الذرية الطيبة والاستقلالية في القريب العجل اللهم امين اللهم امين يا ربي يا كريم الى طنجة معا للا ربحة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كديرا قريبا بخير هانيا اللي بسئليك الله يبارك فيك للا ربحة مبرك عليكم صدراء بارك الله فيك الشريفة الله رحم مالدك الدكتور قريب المدعي ديه معا ابني بغد وزلبات من شاء الله هاد العام ورا كدتحفظ ومسكينا يلي خدمها معا عليا معا داشبا يلي كدخدم يلي مكلفة بيا ودعي معاها ابن نجاح وقاع الدراري وقاع البنط كيقرام من شاء الله يا ربي يا للا يا ربي يا كريم ودعي معاها تيبرا ولوحد الرزي كيدا الروه رسالة بالوقفة ديه الخدمة وهذه لارحم الوالدي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا كريم وحده هاد الجمعة المعظمة المكرمة عند الله وهاد الساعة الباركة المسعودة ذي شهر شوال وهاد اللحظة اللي كيشتبعوا فيها واحد العدد كبير من سنة المستمعين والمستمعات في مختلف المدن المغربية نترمو الله تعالى بنتي للا يا ربحة الله يفرحك بهادة البنية راتبدو أنها مرضية أنها كتخدم وكتقرأ وهاد ابنة الرضاء حلبوا على نقمة العيش بالحلال وبعلاق الجبيد وبالكفاح وبالضيضان وربي عز وجل لا يحب هذا النوع كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الله تعالى يكره العبد البطال العبد البطال اللي يومك يخدم ما كدير ما كدير تشم جهود كيد سنة دائما غير العطاء من الآخرين قال لك إن الله تعالى يكره العبد البطال ما عطي بعد العمل ولكن الذي يعمل ويشتغل لك المتعب قال لك إن الله تعالى يحب يحب العبد الملحاف في العمل كان واحد الرجل مع الصحابة والصحابة بغير يسلمه على النبي الكريم كيد زحبه بس يسلمه عليه وإذاك الرجل كيترجع للوراء فضضه أنه ربما من المضافقين على شهادك يترجع للوراء وهدو كيد زحبه فدد عليه يفول لماذا لم تسلم عليه واش انتع عندك شي موقف مني قال له لا يرسل الله ما عندي موقف هذا كل ما عندي هو أن أش كندل في العمل ديالك قال لي كان خدم حطاب عندي العتلة وكان قد ربي ديا وندي ديا كلهم في الحين وإن له بحنا جدك يقولهم مش شكيد قال له وأستحيت أن أصافحك أنا لا أستحق ذلك فإذا بالنبي الكريم يسلم عليه ويقبل يده ويقول له هذه يد يحبها الله ورسوله هذه يد يحبها الله ورسوله لأنها يدل العمال ودل الكفاح ودل المجهود وبنيتك يخدم ممسكينها وكتوقف على رجليها ربما أو الله تعالي يشافيها ويعافيها الله يجبر لها العظم الله يقوّل لها الشكيمة الله يضبتها دمتا حسنة ويجعلها ناجحة فالحة يا ربي فاد لامتحانات يعطيها قوة الذاكرة وقوة الحافظة وحسن الإجابة ويجعل كل عسير عليه سنود يسير وتكون بيد الله تعالى ناجحة فالحة ويقر الله بها العيود ويسعد الله بها القلوب وينجح وينجح جميع أبناء وابنت المسلمين في كل مكان اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا ربي يا كريم نتحول إلى إقليم وارزازات بعد للا فاطبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنتي برك الله فيك الله أكبر الله أكبر إن لله وإن إليه رجعون يا ربي يا كريم يا ربي لا إله إلا الله إن لله وإن إليه رجعون يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يزكم الصبر بنتي الله يزكم الصبر شكرا لك بنتي شكرا لك إن لله وإن إليه رجعون لا إله إلا الله للا فاطبة بنتي غير تهون عليك من آلام الفرق هي الموت هي شيء كتبه الله تعالى على كل مخلوق على كل نفس منفوسة كل نفس منفوسة كاتب الله لها أنه سوف يموت قلد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا بتاع الغرور رأى الإنسان عنده شدة الوفاة يوم الولادة ظهرك التولد كيعطيه الله تعالى كيحدد ليه شدة الوفاة قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع في بطن أمه نطفة أربعين يوما إلى أن قال بعد أن يستكمل المدة يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكثابة أربع كلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد الأجل هو اللو التي تكتب بل لك تكون شهادة الولادة معاها شهادة الوفاة إحنا كنا عارفين شهادة الولادة ديالنا لكن الله تعالى بالرحمة الواسعة أخفى عنا شهادة وفاتنا علش؟ لأننا لا عرفناها لن نأكل ولن نشرب ولن نتزوج ولن نلد ولن نعمل غير مقاوة في وضعية ديال الخوف والهلاء فهذا أمر لله إلا أن الموت رأى غير مجرد انتقال من عالم إلى عالم هو غير مضى قال لكل نفسي ذائقة الموت ذائقة ذائقة يعني هلك الضق وربع الزوجل أجعل القبر احتوى غير مرقد قالوا من أيقضنا من مرقدنا هذا ألهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر غير مجرد زيارة مدة قصيرة وننتقل إلى عالم الخلود الأبدي هو بنتي للا فاطمة رأى الجد يلك من يتوفى رأى عنده عائلتين عائلة كتبكي عليه وعائلة فرحانة به العائلة اللي في الدنيا رأى كتبكي وحزينة ومهمومة بالفرق لكن العائلة اللي في المرزخ لهم والده وأجداده وأعمامه وأخواله وأصدقاؤه الذين سبقه بالإيمان رأى كل في انتظاره كيقولوا غدا سيقدم علينا وافد جديد الميت كيقدر ليلة واحدة في القبر كيكون لك الساعة يسأل على الأسئلة الثلاثة من ربك ما دينك ما قولك في الذي معيث فيكم وبعدها في اليوم التالي ينتقل من عالم القبر إلى عالم المرزخ وعالم المرزخ هو عمر عن قاعة انتظار كبير الميت بللك تم جايك يلقى في انتظاره والديه وأحبابه وأقاربه كيقولوا غدا سيقدم علينا وافد جديد فرحان بللك يجيس خفاد كيتزاح معله كيبهو يسلم معله كاملين كيقول لهم قائل دعوه حتى يستريح واتركوه حتى يستريح إنه قادم من عالم كثير المتاعب هالدنيا في متاعب كثيرة خليك يسترح حتى كيسترح عدك يرحموا به ويسولوا فيه ويفرحوا معه هو الآن لا يخصه المكاء لكن فالميت بعد وفاته هو أمور ثلاثة إذا مات ابن آدم إذ قطع عمله إلا من ثلاث صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا اللي ينفعه ندعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان إذا خلش علم وخلش منفعه وهذه وصية نسل الآن وفي وسائل التواصل الاجتماعي اللي بغي يسجل شي 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 تعليق أو يدع شي فيديو أو شي رسالة يخلي هذه الخير يسجل على مواقع التواصل الاجتماعي هذا خير طريقا مولادة على الزوج في عصرنا هذا لم يكن متاحا في العصور السابقة اللي عنده شي فيسبوك أو عنده شي تويتر أو عنده أي حاجة من مواقع التواصل الاجتماعي سجل مع رأسك در لي فيديو ولكن در الخير سجل دائما نصيحة سجل دائما الحاجة اللي فالفائدة للناس قد نفعك يوم القيامة نكتب ما عملوا وآثارهم يعني ما عملوا لعمل كنته ولكن الآثار دياله رأك أن عرفوا هذا من أنفع على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديوهات كالقو فوائد لعلماء وأناس ماتوا إما علماء إما فقهاء إما رجال من الحركة الوطنية إما إما داروا أعمال دي الخير وكلقو كالقو تسجدت ديالهم منفع ولد صلاح دعو له اللي عنده المال كي ساهم في بناء مسجد أو في فتحة بئر أو في مدرسة أو غير ذلك من أعمال الخير والبئر كتكون للميت نسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا وأن يسكدوا فسيح الجنات وكان بغير قل أحباب الكرام أي وحد مات وكان يشهد أن لا إله إلا الله لا خوفون عليهم ولا يحزن مجرد كلمة لا إله إلا الله دعم سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان في وحد المجلس مع سيدنا مع الصحابة مجموعين ومعهم سيدنا أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري هو وحد نموذج من الصحابة اللي شديد كالقوة الناس في التديون كله هو عنده تديون خفيف كله هو متشدد كله هو متسلم كل واحد طريقة دياله حتى في الصحابة الرجال اللي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كلهم على درجة واحدة الناس مراتب أبو ذر الغفاري هو من الأشخاص المتشددين اللي يبغي الجد وكيبغي العمال وكيبغي الإتقاد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجد على ما كان عليه من عمل من قال لا إله إلا الله دخل الجد على ما كان عليه من عمل سيدنا أبو بكر أبو أبو ذر الغفاري استنكر قال لي يا رسول الله وإن سرق وإن زدى قال وإن سرق وإن زدى رغم أن في أبي در العلماء وقفوا على هذا الحديث نبو الشريف والقوم بأن سيد الدبي يفتح باب الأمل للعباد حتى لهما يمفرطين الإنسان اللي ربما كان مفرط في دينه ولكن عنده كلمة لا إله إلا الله لا يخاف ولا يخشى وهذا يوافق قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مرة تنشي واحد من الناس توفي وكان الإنسان كان الله يسترنا ويستركم مديم كان فاصيق كان ظالم ويقول له واحد الرجل المتدينين قال يوم هذا في الدار هذا سوف يعدم في الدار في المساء من الناس هذا الشخص المتدين رأى رؤية منامية وسمع هاتفا من السماء يقول له من هذا الذي يقنط عبادي من رحمتي من هذا الذي يقنط عبادي من رحمتي فعاتمه الله تعالى فلما استيقظ استغفر ربه وأنا رحمة الله واسعة أما من كان الشديد العبادة والطاعة كان الحمد لله يصلي صلوات الخمس وكان يصم رمضان وكان يبدل الإحسان والعطاء وكان يسل الرحيم وكان صامر وكان ذاكر هذا هذا لن يكون إن شاء الله في نعيم وغن يكون في خير عظيم وإن شاء الله تلم الله تعالى هذا الجد يلك من سي فاطمة يرحم مولانا ويجعل ضيفا مكرما في جدات النعيم وقبره ضورا وضياء ويكون مغفورا له وهذه فرصة أيها الأحباب الكرام إذا كان وجب أن نتنصح فالنصيحة الدهبية اللي بغي تكل واحد يتمسك بها وهو يعمر قلبه ولسانه بكلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة هذه الكلمة هي سر الوجود هذه الكلمة هي مفتاح أبواب الجدة هذه الكلمة اللي فيها الخير وفيها الرحمة وفيها البركة هذه الكلمة كل من قالها وكل من رددها ربنا سبحانه وتعالى يعطيه النور الإلهي ويعطيه البركة ويعطيه الخيرات كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة وكلمة جليلة وكان الصلحاء أيام زمد إذا أرادوا أن يرددوا هذه الكلمة فكانوا يفرحون ويقولونها بكامل الفرح ويقولونها بكامل سعادة لأنهم يعلمون أن الله تعالى سيستقبلهم وهو عنهم راضد احتقلوا بعد ذاكرين وكأني أرى لا إله إلا الله يدخلون أبواب الجدة يحملون في أيديهم الدفوف ويغنون بكلمة لا إله إلا الله وربنا يفتح لهم أبواب الجداد ويقول لهم إن سعيكم كان مشكورا إن سعيكم كان مشكورا إن سعيكم كان مشكورا فرددوا جميعا أيها الأحباب الكرام بفرح وسرور كلمة لا إله إلا الله فإلا الله محمد رسول الله عليها دحيا وعليها دموت وعليها دلق الله شهد الله أنه لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبيد لا إله إلا الله العدل اليقيد لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله تلطفا ورفقا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له الدعمة وله الفضل وله التداء الحسد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرود لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد رب وشاهد أحد وصبدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ونحن له عابدون لا إله إلا الله ونحن له قادتون لا إله إلا الله ونحن له صابرون لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضينا ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج إلى هدى لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليت يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب سبحانك ربنا ربي الأعلى الوغاب لا إله إلا أند الواحد الماجد لا إله إلا أند الفرد الصمد لا إله إلا أند يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره ثكبيرا اللهم يا رب العالمين إننا في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة وفي هذا الجمع الغفير من أهل الإيمان وأهل اليقين ندعوك أنك أنت الله وندعوك أنك أنت الرحمن وندعوك أنك أنت المر الرحيم وندعوك يا رب بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ندعوك يا ربنا أن تفرج عنا الهموم وتنفس عنا الكروب وتقضي عنا الديون وتكون لنا وليا ونصرا يا رب إننا نستعينك وإننا نستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتنع عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين نسألك في هذه الساعة المباركة أن تقضي حوائج عبادك المؤمنين يا رب كل من في قلبه وضميره ونفسه حاجة أنت أعلم بها عج لنا بالفرج عج لنا بالفرج يا رب هناك مرضى يحتاجون إلى العلاج وأنت طميمهم يا رب هناك فقراء يحتاجون إلى المال وأنت الغني المتعال يا رب هناك شباب يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الخير اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب هناك فتيات يرغمنا في الزواج أنت القادر على أن تؤنس وحشة هد اللهم وهذاك زوجات يسعين للسعادة ويسعين للاستقرار الأسري أنت وليهم ومولاهم يا رب كل من عنده حاجة في هذه الساعة المباركة اللهم عجم الفرج يا رحمن يا رحيم وما توفيقي إلا بالله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وما النصر إلا من عند الله وما صبري إلا بالله ونعم القادر الله ونعم المولى الله ونعم النصير الله ولا ياتي بالحسدات إلا الله ولا يصرف السيئات إلا الله ولا يسوق الخيرات إلا الله وما بد بالنعمة فمن الله وإن الأمر كله بيد الله وأستكفي بالله وأستغني بالله وأستغيث الله وأستغفر الله اللهم يا رب العالمين نسألك ببركة أم الكتاب وفاتحته وخاتمته وما بينهما من صور شريفة وآية محكمات ونسألك اللهم ببركة الثورات ونسألك اللهم ببركة الإنجيل ونسألك اللهم ببركة الزابور وببركة القرآن الخاتم المهيم نسألك اللهم يا رب بصحف إبراهيم وموسى وبكل كتاب أنزلته على عبادك المؤمنين اللهم يا رب فرج عندنا الهموم ودفس عندنا الكروب واقضي عندنا الحوائج اللهم كل من كان في قلب حجا عجلهم الفرج يا فالق الحب والنوى اعطي لكل مننا ما نوى يا فالق الحب والنوى اعطي لكل مننا ما نوى وفوق ما نوى يا رب إنك تعلم دنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم حاجاتها فاقضها وتعلم أعداءنا فاكفد شرهم اللهم بحق قولك ليس لها من دون الله كاشفه ليس لها من دون الله كاشفه اكشف عندنا البلوى اكشف عندنا البلوى اكشف عندنا يا رب الأمراض اكشف عندنا الشدائد اللهم بحق قولك ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم فرج عندنا ما بدا بالضر اللهم فرج ما عندنا ما بدا بالضر اللهم تداركنا بلطفك الخفي يا كاشف الغم والهموم يا مفرج الكرب العظيم يا من إذا أراد شيئا فحسمه أن يقول كن فيكون رباه رباه إنك على كل شيء قدير عجل لنا بالفرج اكفنا ما يهمنا وزونا بالتقوى واغفر لنا الدنوب ويسر لنا الأمور وارحم يا رب جميع أموتنا اللهم ارحم جميع أموتنا يا رب كل من شهد لك بالوحدنية ولدبيك بالرسالة ارحمهم رحمة واسعة والحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين واجعلنا وإياهم في جنات دعيم اللهم كما جمعتنا وهؤلاء الأحبة على أثير هذه الإذاعة المباركة اجمعنا قريبا معهم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة ويوم القيامة اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى بجوان خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين من الأنصار والمهاجرين وآل بيته الطيبين الطاهرين ومع الذين أدعمت عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسود أولئك رفيقا قولوا بعد جميعا أمين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين